أصبح تكوين صداقات وعلاقات عبر السوشيال ميديا من أسهل ما يكون في الآوينة الأخيرة ولكن هل تؤثر هذه العلاقات على المتزوجين؟ معظم الأفراد يعتبرون هواتفهم المحمولة صندوقاً لأدق أسرارهم ويمنع منعاً باتاً الاقتراب منه إلا أن هذا الصندوق الصغير أصبح نافذة مفتوحة على عالم الشك وربما الخرس الزوجي عالم افتراضي يرسمه كل الزوجين داخل الفضاء الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسط هذه الحالة تصبح الخيانة ولو افتراضياً خياراً مطروحاً يقود الحياة الأسرية نحو النهاية الخيانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة مؤرقة نفتش في أسبابها معكم في حلقة اليوم من يحكى أن موسيقى